السلام عليكم اليوم سنرى الفيلا كتباع بالفراج بكل شيء الفيلا تبارك الله كبيرة في العدد الغرف كثير المساحات كبيرة سنرى تصوار من الريسپسيون سنرى واحد اللقطات من الخارج من اللازون ومن بعد هذا نكمل الداخل كيف سنرى الفيلا لديها زون فرد لا يوجد الفيزا في من جهة بيسين ومن جهة الأخرى تبارك الله خدمة نقية أصيلة مغربية هذه المساحة التي ترى فيها الأصقف الفيلا لا تتبنى المياه والغابات التي ترى فيها التراسات والتي ترى فيها بيسين الفيلا نقسمها من جهة الديور السكنة التحتانية التي تقوم بها بيسين والجردات والسكنة الفقانية التي توجدها هنا فيها الريسپسيون وفيها البيوتر الفيق الشكل البناء في الفيلا ترى فيها تقريبا ترى طلعات وحبطات هذه الريسپسيون التي توجدها تقريبا كامل سالونات وشامر تضع عليها الكوزين المصدرات 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 وكتبا كامل ترى تراسة تبارك الله وكتبا كامل كما قلنا ترى فيها وكتبا كامل ترى تراسة في الشاشة في الإيطاع الخارج حتى يوجد من هذا الشكل مصدرات تقريبا ترى تراسة التي توجد هنا هم أحسن مكان في الفيلا مخضومين بجوجهم بطريقة واحدة ما كتبال الأخرى يجعلون لك المتنفس رائع وصف من الفيلا زيادة على الجدردات كما سنرى بيسينا كبيرة الاسباس للجدردات حتى يومها كبير وعود ثاني الاسباس للفيلا الداخل حتى يومها حتى يومها المساحة شاسعة كما قلنا الفيلا نقدر نقسمها الجزء الديور التحتانية كانت تكون من ثلاثة البيوت واحد عبارة عن سويت بغنطال بالتوج وبالبلاكار كانت جوجة لصالدبان كانت دوبالصالون كانت واحدة الكوزين كانت واحدة كبيرة كانت واحدة تراثة جرداء وبيسين واحدة الكوان كانت درسة المنجية بالنسبة للسكنة التحتانية كانت واحدة السكنة العساس في تقريبا 45 متر كما ينبغي لها كما ينبغي لها كانت واحدة تجد الغارج المساحة السكنة الأولى التي قلنا فيها 160 متر المساحة السكنة العساس 45 متر وهذه المساحة التي نحن فيها دابا كانت تجدها 350 متر مكونة من ربعات الصالونات تبارك الله قدوم قداش هم اللي فيهم دابا كانت واحدة سالة مانجية سنرى في الأخير هنا كانت واحدة الكوزين بواحدة الدبارة كانت واحدة شامبر فيه بيرو وعادة هذه الشامبر التي نحن فيها تقريباً على شكل صالون الفيلا تأتينا على أرض المساحة الإجمالية لها 670 متر هذه المساحة في الأرض تبارك الله الموقع على ما نحتاجه نشكره بالنسبة لكوزين هذه هي كوزين والباب لاندخي هو التي نحن فيها هذه الكوان يجب فيها واحدة السجور والدروج هذا هو الملكة التي نحن فيها بالنسبة للمساحات قلنا تيران فيه 670 متر مبنية تحتانية على 160 متر السكنة العساس مبنية 45 متر وهذه السكنة التي نحن فيها مبنية 350 متر نحن نحن نهار المجاهدين واحدة البلاصة تبارك الله من بين أحسن الكارتيريا الفيلا هنا في طنجة قريب الجبل كبير قريب الرميلة من الفوق تبارك الله 3 كيل وأحسن شيء في هذه الفيلا هي الزون الزون تبقى خضراء مساحة خضراء كاملة تابعة المياه والغابات تبنى تبارك الله وحتى الموقع وحتى الزنقاء تبارك الله تبارك الله شيء اللوكس الزون ما سنقوله بالرأة السوق لأن الزون 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 هنا هنا فيلا تستحق الزون نظرا الموقع هنا لديك هذا الزون الزون هنا هنا دوش وغاراج ماذا لا تصور الجردة ولكن أفضل في الفيديو هنا 10 دقائق وزد الجردة وزد 21 دقائق الناس الزون الزون هنا 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 وصل 15 أو 20 مليون وصل إلى 35 مليون الزون هنا 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 700 مليون هنا 500 هنا 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 250 250 1 2 3 2 3 3 5 3 4 5 6 5 5 5 5 ومن طبيعة الحركات الموينة وحتى الأيكونامي سبعين، ثمانين، مئة، خمسة واربعين مليون، ثلاثين كل شيء ان شاء الله ستجدهم في الواتساب نحن هنا في السويد باغنطال ميجا سويد باغنطال تبارك الله هذا هو الأساس الصالون الذي قلناه في السويد وهذا هو الضغاث الضغاث ترى نفس الفيو الذي يلتحت غير هي واحد الفيو تبارك الله مفتوحة شيء الراحة النفسية وعندما يكون الحمام ويجب أن يكون الحمام صغير ولكن قادر غارض هو الأنفاس هنا تلاحظوا الشكله في طول وكينا واحد دخيله لأننا ندري الأساس الدوج بالنسبة للأرض الشمبغ هنا يجب على البرك الأرض السفلي والغسبسي، يجب على الارخام ويجب على الزليج الشمبغ يجب على البرك إذا كان هناك اختلاف ستلاحظوا في الفيديو الحاجة التي نؤكد عليها أن الفيلا تتباع بالإفراج كما ترون بالنسبة للسكنة التي تحت لا تصورناها فهذه اللحظات التي نحن فيها مكرية ولكن الذي يريد يشتري الفيلا كاملة والكاري ويخرج على جرسة مكرية حتى السعب 12 الفدرهم من الشهر تأتي إلى السكنة معها واحد جرد اللور والباسين لديك واحد دوزيام سويت طغنطال والذي نحن فيه بالحمام في الحمام كبير هذا اللي هنا غير هو ما فيه تغاث كيف ما قلنا السكنة التي تحت مكرية 12 الفدرهم تتباع خاوية بيانسور قلناك تجينا فيها ثلاثة البيوت كبار واحد سويت طغنطال وجوش الحمامات دوزيام كزينة كبيرة تبارك الله بشكل شخص وعندك واحد صلاة مانجية ما تبقى من الفيلا كيف ما هو ما غادي حيضوا تتحاجة من الفرش غادي نطلعوا دابنشوفوا ما تبقى من الشامبغ شفنا دابا جوج وهنا يكيني جوج بين هدو الجوج ماهنا دابا جوج حمام كل واحد يأتي بحمام وهذا الجوج للفوق يأتي بحمام واحد تقريبا عدد اللي شامبغ اربعة وعدد شامبغ اللي كنا في ريسبسيون ما تبقى من الشامبغ ثاني في لطاق نحسبوه تراثة هنا تبقى بلاصة يعني فيها السلت سبور وضعوا فيها الباقاج تقريبا هذا الشي اللي خاصة نذكره في الفيلا المعلومات كاملين قلناهم المتاحة للأرض 670 متر مقسومة على جوجة الميزون وعادة سكنة العساس فيها 45 متر ميزون في 160 متر في صورنا في 350 متر عنده جرداء وعنده الباركينج وعندك هذا التراس والذي قلنا فيه واحد صلت سبور الله يبالك الله أميكابل من هذا الوقت ترى في الغروب ترى في الغروب لا يوجد تمان ديالها 950 مليون سنتيم هنا يوجد شامبر التكنيك كان معكم أيدريسي من نعم وهذه نصف همزة ترجمة نانسي قنقر